تلقى صاحب سمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنية من معالي شيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي أعرب فيها عن أسماء آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين وأكد معاليه في البرقية على دور صاحب السمو ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء المميز مع كافة أركان قوة دفاع البحرين سواء العسكريين أو الإداريين كل في مجال عمله الذي كان له أبرز الأثر في الوصول بهذه القوة إلى مصاف الجيوش المتقدمة تجهيزا وكفاءة وذلك بفضل التوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه مشيرا إلى العناية التي يليها سموه لقوة دفاع البحرين من أجل أن يتحقق بها حفظ الوطن والدفاع عن حماه والمنعة والطمأنينة داعيا الله العلي القدير أن يمتع سموه بمعفور الصحة والعافية وقد بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء برقية شكر جوابية إلى معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي أعرب سموه فيها عن بالغ الشكر والتقدير لمعاليه على التهنئة بهذه المناسبة داعيا الله العلي القدير أن يوفق معاليه ويسدد على الخير خطاه وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة ووطننا العزيز ينعم بمزيد من التطور والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه ترجمة نانسي قنقر